بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القدوس السلام الملك العلام ذو الجلال والإكرام والإمنان والإنعام فربنا هو المسلم والسلام ثم الصلاة والسلام على أكمل نبي وأعظم إمام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا عليه حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها الحادية والثلاثين فحيا هلا بكم ونرحب في بداية هذه حلقة المباركة بأعضاء لجنة التحكيم معنا في هذا الاستوديو المبارك برئاسة الدكتور حاتم جميل اسحمات مساعد الأمين العام ومدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فحياكم الله وأيضا معنا فضيلة الدكتور غالب الزعرير ومعنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن جبريل ونهاية فضيلة الشيخ محمد عطاء الله الحويطي فحياكم الله وبرك الله بجهودكم الطيبة أيها الكرام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نستأذركم الآن بأن نبتدأ مع متنافسنا الأول المتسابق علي بسام محمد الزغول والذي ينافس معنا على حفظ خمسة عشر جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يرفع قدره حياك الله يا علي رقم السؤال عشر اقرأ من قولي تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عن ما يشركون قل رب إما لا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك لا تريني في القوم الغيب والشهادة فتعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسب الصالي الثالث اقرأ من قولي تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب حسبك السؤال الرابع والأخير اقرأ من قولي تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم حسبك جزاك الله خير وبرك الله فيك بارك الله بمتسابقنا علي أزغول والذي كان ينافس معنا على حفظ خمسة عشر جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى طيب الله أنفاسه المباركة نستأذنكم مشاهدين الكرام بفاصل قصير ثم بعد ذلك نعود إليكم بإذن الله يا حامل حياكم الله من جديد المشاهدين الكرام في هذه المسابقة الطيبة المباركة التي تعنى في التنافس على كتاب الله تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا الذكر أيها الكرام يحفظ بمثل هؤلاء الأشبار والشباب الذين يقيمون على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى في صدورهم أنا الليل وأطراف النهار نستأذركم الآن بأن نستدعي متسابقنا الثاني الذي يجلس معنا اليوم في هذه حلقة المباركة محمد عبد السلام عبد الرحمن زيادة والذي ينافس على حفظ عشرة أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين حياك الله يا محمد رقم السؤال اثنان اقرأ من قولي تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خرق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون حسبك سؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين حسبك سؤال الثالث اقرأ من قولي تعالى وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم حسبك تزاك الله خير ونبارك الله فيك تزاك الله خير ثم بعد ذلك نعود إليكم بعون الله حياكم الله من جديد المشاهدين الكرام وحيا هلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة ونختمها مع متسابقنا عبد الرحمن غسان فيصل المومني والذي ينافس معنا على حفظ عشرة أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين حياك الله عبد الرحمن رقم السؤال ستة اقرأ من قولي تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أعد بل الظالمون بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ حسبك السؤال الثاني اقرأ من قولي تعالى قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَّ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَاهَا إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم حسبك السؤال الثالث والأخير اقرأ من قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون حسبك جزاك الله خيرا ونبارك الله فيك ما شاء الله تبارك الرحمن طيب الله أنفاس متسابقنا عبد الرحمن غسان فيصل المومني والذي كان ينافس معنا على حفظ عشرة أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى مشاهدين الكرام الذي يجلس على موائد القرآن الكريم ويتعاهد كتاب رب العالمين فلن يضيعه الله أبدا كيف لا وأهل القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كل شكر والتقدير لأعضاء لجل التحكيم معنا في هذه حلقة الطيبة جزاكم الله خيرا على مجهدكم المبارك وأنتم مشاهدين الكرام نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة